الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يده الله فنانقض ظل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق في هذه حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرحوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإنا أصدقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدتة في الزين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الضاطل باطلا وارزقنا اجتنابا ثم أما بعد أيها المسلمون فإنا من أعظم أركان الإسلام هو ركن التوحيد وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا والتوحيد كذلك له معاني كثيرة ومن أعظم معاني التوحيد هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى فصورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو الأحد لو سميت من قبل شخص لسميت صورة التوحيد قل هو الله أحد فهذه الصورة تتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى ولكن سميت صورة الإخلاص التوحيد إذا لم ينتج إخلاصا فلا قيمة له ولا معنى له صورة قل هو الله أحد قال de l'inicité الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وَمَنْمَعَانِيَ روليجيز مبارلو سي نغزل با لساساريته فزابي دالله ومن معاني التوحيد أن يكون عملك راجعا إلى الله كل شيء ما تقوله وما تفعله راجعا قليلا سبحانه وتعالى ومن مع جمال ومنوع إحداث أحيان با discours وليس س przedما أحيان kita ومر احيان انضعه البلغة با وغ står لسه احيان جاء في الحديث الذي رواه البخاري بعد السنن أن صحابي خباب دول أرد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة خباب جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث هذا في مكة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بمعنى هُبِنَّا ظُلِمْنَا فُتِنَّا فِي دِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَنْصِرْ لَنَا يَمَنَا أَن تَطْلُبَ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَلَا تَدْعُوْ لَنَا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشاء فيوضع على رأسه فيجعل نصفين قال النبي جاكان كان قبلكم مؤمنين أمبياء يأتون فيحفر لهم في الأرض فيوضع الرجل أو النبي في الأرض فيغتاب المنشاء ويشق نصفين ويمشط بأمشاط من الحديد ما دون لحمه وعظمه أمشاط من حديد ويمشط ما دون لحمه وعظمه فلا يصده عن دينه ذلك الأمر لا يصده هذا الشيء أن يشق نصفين أو يمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صمعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والدئب على غنمه ولكنكم تستعجلون مقلقين رسول الله إذن صلى الله عليه وسلم متكك في الكعبة والحديد إذن رويا في مكة ومكة كان رسول الله إذن صلى الله عليه وسلم يلقين التوحيد 13 سنة le حديد que البخاري nous cite c'est qu'un compagnon vient voir le prophète et il se plaint des agressions des mécois non musulmans de l'attitude tenue par des dignitaires de la Mecque vis-à-vis des musulmans il demande au prophète صلى الله عليه وسلم ne fais-tu pas un doua pour nous pour qu'Allah nous fasse miséricorde et nous préserve de cette agression le prophète صلى الله عليه وسلم dit il y avait des gens qui prenaient un homme le plaçaient dans un trou et qu'ils avaient creusé auparavant dans la terre puis apportaient une scie et le sciaient en deux cette personne des fois des prophètes en deux ensuite ils peignaient avec des peines de faire entamant la chair jusqu'aux eaux cet homme dit le prophète on se l'aime endurer cela sans renoncer à sa religion par Dieu dit le prophète cette religion s'accomplira au point qu'un voyageur à dos de chameau pourra aller de la ville de Sana'a au Yémen au Hadraman qui est notre ville sans avoir à craindre autre chose que Dieu pour lui et le loup pour son troupeau mais dit le prophète vous cherchez à précipiter les choses le Hadith donc est rapporté par le Khoubek dans le Bukhari mais le Hadith précise bien qu'il a été prononcé par le prophète à la Mecque et le rôle du message à la Mecque en totalité c'est il s'appuyer le message sur l'inicité d'Allah et on va essayer un peu de comprendre quelques éléments de l'inicité de l'inicité de l'inicité de l'inicité de l'inicité de l'inicité et de l'inicité de l'inicité de l'inicité de l'inicité le fait d'être éprouvé le Hadith nous rapporte il nous parle de l'épreuve l'épreuve est une sunnah établie par Allah le prophète dans ce cas là va rappeler aux compagnons cette sunnah cette sunnah a été pratiqué par d'autres prophètes le fait de l'être patient et la torture peut être corporelle et elle peut également être mentale et également une épreuve dont le musulman doit avoir patience or l'inicité d'Allah c'est de croire à ses sunnah à ses règles et de se plier à ses sunnah l'examen comment peut-on dire réellement le jour du jugement qu'on était musulman qui est je t'en à vous la bouddha minim tihan en yam ta'inun Allah s'hanahu ta'ala qu'il dunya hatta Allah s'hanahu ta'ala الله تعطt really good اس måة, من الغنة الذي يهل عن الوظام فهل يص cust LV 就會 اخذ back to irmهاخي لباشع لو سيس الله تعطي what علي لا~~ طيب المنظ Por الغنة رفه � ё بد أن نتقول تعاند قصد أن فعى لقد أفضل ان يكون موسلما. الله يجب أن يكون البركة لتحضر المحطة. ترى المحطة للإقتبار ويعتبر الله سبحانه وتعالى إلى أن يرى أن نحن نوحده في الافكار ولكن يجب أن يقول يجب أن نفر الى الله إنعطت starter كل فترة على الله أو تشيط على صحة أو تشيط على سطح أو يشيط على صحة أو تشيط على صحة واحدة لا يتكلمون في الناس لا يتكلمون أكثر من أغفر في يحفر لأنها ليس قليلاً بلإسفادة لا تكلمون من العامة فلقل المسلمين فلقلهم 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 ولكن في الحلوه مع الطب مع العلوم الاجتماعية وصلوا مقام عالي لأن علوم تجربة علوم الفلسفة ليست تجربة من يتقفى على الأخوة وخلاص فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتو عند رسول الله قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ في دعو الله دعو الله دعوة في المدين وقال الإنسابة بعض الأفراق وقال 않은 مسلمات اليوم يعتمون أن يوجد دعوة وقد نقوم فقط للبقامة وقد كنت يتبعون الأفراق کہه هل يؤيد التكون وعمل يوم الأفراق هذا هو سبب المرحولة المسeded على القرارة المتواجد في النقطة وقرأت عدواء إما نباك ونصنع الجنس أو في نهايك ونصنع المجتمع أو الشعب ونباك بيورقيا وون embargo هذا هو مرض مرض الملن يسموه أو مرض الفطور ما لكن ما نقوله إنسان يعيه يكره يقوطه ولي يصيب كل الدعاة المسلمين إنسان يعيه فالرسول الله كيف يداوي هذا المرض مرض الملن مرض السعام تني تكره رسول الله يعلج هذا الدع بالقسم أولا رسول الله لا يحتاج إلى قسم كلامه وحيو le prophète voulu répondre et soigner cette maladie qui est la maladie des dégouts c'est la maladie que nous pouvons être touchée tout le monde aujourd'hui peut être touchée par cette maladie le dégout l'abandon يكره يسا تني qui est la maladie des dégouts qui est la maladie des dégouts فهذا المرض يصيب البشر والعنبياء والرسول بشر القرآن قال قل إنما أنا بشر منكم فهذا البشرية الإنسان يتعب يشوف البلاء يشوف الامتحان فيتعب كيف يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا رسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى القسم لا يحتاج إلى القسم لا يحتاج إلى القسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقو عن الهواء لا يتعب في المنزل لا يتعب في المنزل سيكون محمد صلى الله وسلم يتعب في المنزل فهذا المنزل فهذا المنزل لا يحتاج إلى القسم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 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 القسم قسم اللغة العربي قسم والله لا يذكر القسم القسم لارده هو قسم الاسم الله والله لا يذكر لا يذكر لا يذكر مش كما تقول أنت لا أضربنك مش كما ننطلحك لا لا تؤكد ونون التقيل المؤكدة لا يتمنى يعني رسول الله سلم يحلف ويقسم بالله وبألفاظ لغوية متينة ويكرر مفردات وحروف القسم والله يقول رسول الله ولكن أتمنى أنا من الإسلام لا يحصل للمنا النافوية ığın من巨ل وض segment من اليسر إرهاتي للمكرار نقطل claتحيا ولكن لذito ك Stadt gentle وخرى يحصل على detailing ويمية من المغلى نحن نقول هذا وستغفر الله عليكم وستغفر الله الحمد لله وكفاء وصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول والله ليتمن هذا الأمر هذا الأمر يعني هذا الدين هذا الإسلام سيتم سيصل إلى كما قال في حديث آخر ما وصل الليل والنهار سيصل هذا الدين إلى العالم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني قضية مهمة جدا أولا يدكور السنم هذا السنم السنم الله اطفاء اطفاء ولait suoindir un problème et soigner un problème psychologiquement profond dans l'humain et surtout il touche beaucoup les jeunes les jeunes ne ont pas beaucoup de patience le dégoût premièrement il le dit le prophète c'est un sentiment humain tout à fait normal un des prophètes l'annum a carrément لاسيه تنبه سمسجه لاسيه لديه لاسيه لديه لاسيه فَذَنَّ أَلَّنَّقْدِرَ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ فَذَنَّ أَلَّنَّ يُنُضَيِّقَ عَلَيْهِ يُنُضَيِّقَ عَلَيْهِ يَعَلَى سُعَنْتَعَيْهِ donc c'est tout à fait humain d'être touché par le dégo parce que c'est comme ça le prophète déjà sa parole est suffisante mais malgré ça il va jurer avec un un arsala linguistique très poussé il va employer non seulement l'ouew Allah le l'aime nous pour jurer que cette religion va arriver n'importe où dans le monde et ça le problème le prophète veut nous rappeler les moyens les moyens pour transmettre cette religion les moyens n'ont jamais été des moyens seuls aujourd'hui pratiqués par par Daïch ou par l'Qaïda ou par l'Irhabi qui sont l'Islam et l'Irhab ou ce n'est pas un moyen si tu prends les âmes pour régler ton problème tu es en train ne pas régler le problème islamique mais régler ton problème à toi psychologique plutôt ceci n'est pas du tawhid parce que nous 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 les moyens pour changer n'est pas des moyens bruts parce que nous portons un message nous ne portons pas un parti politique où nous 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 portons un message intellectuel réfléchi religieux et ce message doit être passé avec les méthodes du prophète le prophète pendant la période mèquoise n'a pas pris les armes mais n'a pas la tu pas de l'a tu n'a d'a n'updé de la te voe de que t'wohid et l'a tout dans l'amérique d'a 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 تب الصالحة لأعمالنا طهما اهدنا فيما الهديت وعافينا فيما العقيت وتولنا فيما توليت وباركنا بالخيل الذي أعطيت واصرف عنا وكنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقديل الحق ولا يقلق عليك إنه لا يعزو العديد ولا يدلون وليت أباركتا ربنا وتعالي سبحان ربك رب العزة عما يستمون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين